التوابع أو الدوال أو الفنكشنز ليست محصورة بباش وأكيد المبرمجين أو طلاب البرمجة من متابعين القناة بيستخدموها بشكل يومي بس ممكن أنه واحد يسأل شو هي التوابع أو الفنكشنز بباش وأنا ليش ممكن أني استخدمها بالسكريبتات فالفنكشن هو عبارة عن جزء من الكود بالسكريبت اللي عمالي اكتبها إلو صيغة معينة واللي بيميزوا عن الأقسام التانية بهاي السكريبت إنه ممكن أني استخدموه أكتر من مرة في حال كنت محتاش أني نفذ الأوامر أكتر من مرة بهي السكريبت وبالتالي فأنا بعرف الفنكشن مرة واحدة وبحط هاي الأوامر اللي رح يتكرر استخدامها أكتر من مرة وما في داعي إني أرشع وأكتبها مرة واثنين وثلاثة كل مرة بدي نفذها وهذا الشي أكيد رح يسهل علي المهمة ورح يخلي السكريبت تكون مضيفة وبسيطة وسهلة أكتر من يكون في عندي 30 أو 40 سطر مكررين لغاية واحدة ألا وهي أنه نفذ مجموعة الأوامر فلحتى استخدم فنكشن بسكريبتات باش لازم خلي ببالي أنه الفنكشن لازم تكون معرفة بالبداية قبل ما أقوم باستخدامها فبمعنى أنه أنا بحط الفنكشن اللي بدي استخدمها بحط أوامرها بخليها ببداية السكريبت أو بمكان يكون قبل ما أني استخدمها بشكل فعلي لأن إذا حطيت اسم أو لأن إذا استخدمت السكريبت استخدمت الفنكشن قبل ما أقوم بتعريفها فالسكريبت ما رح تشتغل والفنكشن بحد ذاتها ما رح تشتغل فهلأ بباش أنا في عندي طريقتين لحتى أني يعرف الفنكشن الطريقتين صحيحات وما في أي اختلاف بيناتهم من حيث النتيجة النهائية وإنما هو موضوع تفضيل شخصي إذا كنت أنت بدك تستخدم الطريقة الأولى ولا الطريقة الثانية وفعلياً الاختلاف الوحيد بين الطريقتين هو كلمة وحدة فبالطريقة الأولى لحتى عرف فنكشن أنا ببتدي الفنكشن بالكلمة المفتاحية أو الكيورد فنكشن بحد ذاتها بعدين بحط اسم للفنكشن اللي بدي أكتبها بعدها بحط قوسين وبعد القوسين رح حط قوسين منحنيين وضمن القوسين المنحنيين رح يكون في عندي جسم الفنكشن أو البادي اللي رح حط فيه الأوامر اللي بتألف هاي الفنكشن واللي بعدين رح استخدمها أما الطريقة الثانية فهي مشابهة ومطابقة للطريقة الأولى بس ببداية التعريف أنا ما في عندي الكلمة المفتاحية أنا بشيل الفنكشن وببتدي مباشرة باسم الفنكشن القوسين والقوسين المنحنيين اللي هنن البادي هلا أنا شخصيا بفضل أني استخدم الطريقة الأولى اللي ببتديها بالكلمة المفتاحية وبعدين اسم الفنكشن بس لحتى أعرف أنه هاد القسم من السكريبت هو فنكشن وليس كيس طماطم لا أكتر ولا أقل أما الطريقتين متشابهين تماما فهلأ بعد ما عرفت الفنكشن وحطيتها بمكانها الصحيح بالسكريبت اللي عندي لحتى أني استخدمها بيكفي بس أني اكتب الاسم اللي عرفته بالبداية اسم الفنكشن وما بيكون في بعده أي أقواس بس بحط الاسم بالمكان اللي بدي ياه بالسكريبت مرة واثنين وثلاثة لعدد المرات اللي بدي استخدم فيها هاد الفنكشن وهذا الكلام ما بينطبع بس على السكريبت اللي أنا موجود فيها وإنما ممكن أني استخدمها بأي مكان هاي الفنكشن أني استخدمها بأي سكريبت تانية بدي ياها هلأ بعد شوية رح نشوف كيف ممكن أني استدعي هاي السكريبت هاي الفنكشن من ملف تاني غير الملف اللي أنا موجود فيه واستخدمها مباشرة بالسكريبت التانية فهلأ بعد معرفنا شو هي الفنكشن بالباش وليش ممكن أني استخدمها خلينا نطبق هالكلام على أرض الواقع فحكينا بأحد الفيديوهات بتوقع أو بتذكر أنه كان فيديو شورت عن الالياسات بباش وكيف أني بيستخدمها لحتى تسهل علي تعاملي مع التيرمينال وقت اللي بيكون في عندي أوامر في عندها أكتر من الفلاك فأنا بدل ما أكتب الأمر مع كل الفلاكات الخاصة فيه بيعمل له الالياس وهذا الالياس بيصير هو الأمر اللي عندي هلأ واحد من أكتر الأوامر اللي بيستخدمها بشكل مستمر هو أمر CD اللي بيستخدمه لغير المسار فهلأ إذا أنا كنت بدي أطلع لمسار أعلى من المسار اللي أنا موجود فيه لنقول أنه أنا كنت موجود بالسلاش هوم سلاش يوزر فأنا بدي أرجع للسلاش هوم فرح نقل له CD نقطين هلأ هذا الأمر إذا كنت بدي حوله لالياس لحتى أني أرجع لأكتر من مسار لنقول أنه بدي أرجع مسارين أو ثلاث مسارات لورا فلحتى أرجع مسارين إما بيستخدم LCD نقطين مرتين أو رح قل له CD نقطين سلاش نقطين لهذا هذا الكلام إذا كنت بدي أعمله كأيلياس لازم يكون في عندي أيلياس لكل واحد من المستويات اللي بدي أرجعها فلو كنت بدي أرجع مسار واحد لورا أو مستوى واحد للأعلى رح نقول مثلا رح يكون في عندي إلياس رح نقول إلياس CD1 يساوي ضمن كوتيشن CD نقطين بدي أرجع مسارين رح عرف إلياس ثاني رح يكون إلياس CD2 يساوي ضمن كوتيشن CD نقطين سلاش نقطين بدي أرجع ثلاث مستويات للأعلى رح نسمي الالياس CD3 ضمن الكوتيشن رح يكون في عندي CD نقطين سلاش نقطين سلاش نقطين فهون منشوف شو هي وظيفة الاليا ووظيفة الفونكشن اللي رح تخلي عندي هاي المهمة أسهل بكتير ومناسب أكتر أني أعمل الالياس أو أعمل الفونكشن فبدل ما يكون في عندي أربع أو خمس الياسات رح يكون في عندي إلياس واحد اللي رح ياخد كارجومنت رح ياخد اسم الفونكشن بحد ذاتها فهلأ بعد معرفنا أنه أنا بهي الحالة رح استخدم فونكشن شو رح يكون محتوى هاد الفونكشن أو كيف رح اكتبها فمتل ما حكيت رح نبتدي بالبداية أنه نحط الكلمة المفتاحية فونكشن بعدين رح أعطيها لهي الفونكشن رح أعطيها أي اسم أنا بدي أسميها أب فرح إليه فونكشن أب وبعدين رح أفتح قوسين بعد القوسين رح حط القوسين المنحنيين خلينا ناخد قوس الإغلاق نحطه بسطر جديد وضمن هدول القوسين رح يكون في عندي البادي أو محتويات الفونكشن طيب بحالة هاد المثال بالتحديد شو هي الأوامر اللي بدي أعملها لحتى أني انتقل من مسار لمسار أو من مستوى لمستوى أعلى لمستوى أعلى وهلما جرى رح نستخدم بهذا المثال رح نستخدم حلقة بالتحديد حلقة ويل بعتقد أنه كان في أحد الفيديوهات حكينا فيها عن ويل بشوفه إذا لقيته أكيد رح أتركه بسندوق الوصف ضمن هاي الحلقة أنا اللي بدي أعمله أني بدي نفذ أمر سي دي نقطين بعدد مرات أنا بحدده عدد هاي المرات رح حطه كفاريبل أو كمتحول هاد المتحول رح دخله أنا من البرومت أثناء وجودي بالترمينال فلحتى حطه كمتحول رح استخدم الارجومنت اللي هو الدولار ساين واحد اللي بيدل أنه بعد اسم الالياس أول مدخل بقوم بإدخاله رح يكون عبارة عن رقم وهو بيحدد لي المستوى اللي بدي أرجع له بعدين لحتى أنه أعرف إيه ما ترح يوقف هاد الفونكشن عن العمل رح نخلي عدد المستويات بعد كل عملية سي دي نقطين يقل بمقدار واحد فرح نقل له أنه في عندي الفاريبل رح ينقص بمقدار واحد وأكيد بنهاية حلقة الوائل رح ننهي هاي الحلقة ونقل له done وبعدها بتكون هاي الصيغة خلصت وهذا هو كل الفونكشن اللي بديها فهو عندي حلقة عندي متحول عندي الأمر بحد ذاته عندي تقليل عدد المتحول بمقدار واحد ونهاية الحلقة وأكيد كل هاد الكلام موجود ضمن القوسين المنحنيين للفونكشن اللي أنا سميتها up هلا هاد الكلام وين بدي يحطه لحتى يصير في عندي الألياس بحالة هاد الألياس مكانه الطبيعي هو ملف .bash rc فرح حط كل هاد الكلام بملف .bash rc اللي أنا بعرف فيه كل الألياسات أو كل الconfiguration الخاصة بالباش بعد ما حطيته سواء ببداية الملف إذا ما كان في عندي أي شيء تاني أو بأي مكان بديه بحيث أنه يكون قبل ما أقوم بتعريف الألياس رح يجيو هلا أعرف الألياس الألياس مثل ما شفنا بالفيديو الأديم كان لحتى أعرفها بقل له ألياس بعدين بعطيه الاسم بعدين يساوي بعدين شو هي الأوامر أو الأمر اللي بدي أعمله رح يكون ضمن quotation mark هلا الاختلاف الوحيد أنه هون باعتبار أنه أنا الأمر اللي بدي نفسه اللي هو القسم اليمين من إشارة اليساوي هو عبارة عن function فأنا رح حطه بدون quotation mark وما رح حط القوسين بعد اسم function فرح نقول أنا رح سمي الألياس up اللي هو نفس اسم function ما بالضرورة يكون بنفس الاسم بس أنا رح خليه بنفس الاسم فرح قل له alias up يساوي up الأب الأولى اللي هي اسم الـ alias والأب اللي على اليمين اللي هي اسم الـ function هلا بعد ما حطيت هاد الكلام كله رح أحفظ الملف وأطلع منه وإما بأغلق الترمينل وبرجع بفتحها لحتى ياخد مفعول أو بكتب source.bashrc هلا خلينا نختبر إذا كان الـ function والـ alias رح يشتغلوا فخلينا بالبداية الروح لمسار ضمن مسار الروح لمسار يعني معقد شوي يكون في عندي أربع أو خمس مستويات علية فهلا أنا موجود بمسار إذا قلت له pwd رح شوف وين أنا موجود هلا رح قل له up وبالبداية رح أرجع مستوى واحد للأعلى فرح قل له up واحد مثل ما اللي شايف أنه رجعني إذا رجعت واستخدمت الـ pwd رح شوف أني رجعت مسار أو مستوى واحد للأعلى طيب لو قلت له up ثلاثة من المسار الحالي اللي أنا موجود فيه رح شوف أنه رجعت ثلاث مستويات للأعلى فهلا أنا معد في داعي أني أكتب cd نقطين ولا cd نقطين ولا cd نقطين سلاش سلاش ما بعرف إيش لأوصل للمسار أو المستوى الثالث أو الرابع قل له cd واحد cd خمسة cd مليون وبالأخير يعني إذا حطيت له عدد أو رقم أعلى من المستوى الـ root بالأخير رح يرجع للـ root فهو رح يكمل يشتغل بالأخير لأنه عماله يوصل أنه الـ levels اللي أنا حطيته أو الـ variable اللي حطيته وصل بالنهاية لأنه يكون واحد لأنه قلت له أنه يكون أكبر من صفر فهذا الكلام إذا كنت بدي أستخدم هاد الفونكشن ضمن هاي السكريبت مثل ما حكيت أنا ممكن أني أستخدم هاي الفونكشن بأكتر من سكريبت فممكن أنه يكون في عندي ملف واحد معرف في كل الفونكشنز اللي بدي أستخدمها بالسكريبتات اللي عمالي أكتبها وبعدين بدي أستدعي الفونكشنز للسكريبتات الثانية فخلينا نرجع لملف الباش RC رح أخذ الفونكشن بالكامير رح أعمل لها عملية قص من هاد الملف ورح نحفظه ونطلع منه وبعدين رح أنشئ ملف جديد لنقول رح نسمي باش فونكشنز موجود ضمن الهم هلا منشوف ليش ضمن الهم مو بالضرورة يكون هون بس أنا رح أحفظه بهاد المكان ورح أعمل عملية اللسق للفونكشن مثل ما هي هاد الشي الوحيد اللي بدي أعمله بهاد الملف رح أحفظ الملف ونرجع لملف الباش RC بملف الباش RC رح أجي قبل الاليس أو قبل تعريف الاليس رح حط سطر واحد بالبداية رح نقل له سورس دولار هوم سلاش باش فونكشن اللي هو اسم الملف اللي أنا حفظته وأنا طبعا حطيت له الدولار هوم لأنه أنا حفظت الفونكشن أو الملف سحفظته بملف الهم خلينا نحفظ الباش RC نطلع منه وإما نغلق التيرمينال نرجع نفتحها أو مثل ما شفنا نقل له سورس دوت باش RC خلينا نرجع نشوف إذا كان الاليس والفونكشن بعد هون شغالين فإذا قلت له أب واحد رح شوف أنه لسا شغال إذا قلت له أب خمسة رح شوف أنه رجعت للروت لأنه أنا ما في عندي غير مستوى واحد أعلى أو مستويين أعليين فبالنهاية رجعت للروت طبعا نحن استعرضنا مثال بسيط عن كيفية استخدام الفونكشن بس أنت بالسكريبتات اللي عمالك تكتبها ممكن يكون في عندك أكتر من فونكشن وممكن الفونكشن اللي عمالك تكتبها تكون معقدة أكتر بكتير من الأربعة أو خمسة سطور اللي أنا كتبتهم بس الفكرة كانت نشوف شو هي فائدة الفونكشن بالسكريبتات مثل فائدة ضغطك ضغطك على زر الإعجاب وتركك لتعليق لحتى نخلي يوتيوب تنشر هاد الفيديو لمشاهدين أكتر والخوارزمية تتعرف عليه وبأمان الله ترجمة نانسي قنقر